Hello, sixth grade and good morning. I hope that you are all fine. Today we will start with both, either and neither. My dear students, let's begin. Both Both refers to two people or things. إذن كلمة both معناها كلا أي كلاهما إذن نحن نتحدث عن شخصين أو عن شيئين They are both doctors نقول كلاهما طبيب I want both أنا أريد كلاهما وهنا قصدت فيها أجل الشياء لدينا الشوكولاتة والبوضة I want chocolate and I want ice cream لاحظ هنا أنني استخدمت and قبل قليل قمت باستخدام كلمة both أي كلاهما ماذا إن قلت I want chocolate and I want ice cream and هنا تعطي تقريبا نفس معنى both إذن كلمة both وقلمة and قريبة من بعضهما كلمة both معناها كلاهما كلمة and معناها و لنبدأ أعزائي الطلاب بداية في both وand both بمعنى كلاهما and بمعنى و أي نقول كل من كذا وكذا تربط both وand بين جملتين مثبتتين مكملتين لبعضهما البعض أو بينهما شيء مشترك لنلاحظ على سبيل المثال هنا سامي استيرد فؤاد استيرد لاحظوا أعزائي عندما نقول سامي استيرد أي أن سامي متعب فؤاد استيرد أي أن فؤاد متعب إذن كلاهما يشعران بالتعب فنقول both سامي and فؤاد are third لاحظوا أعزائي كلمة both جاء بعدها كلمة سامي وبعد كلمة and جاء لدينا فؤاد إذن بعد both وand جاء لدينا الإسمين سامي وفؤاد إذن تعمل both وand مثل الميزان إذن نلاحظ أعزائي أن both وand تعملان كلميزان فإذا جاء بعد both اسم يجب أن يأتي بعد and اسم وإذا جاء بعد both فعل فيجب أن يأتي أيضا بعد and فعل وهكذا أعزائي لكن لاحظوا أيضا أن بعد سامي is وبعد فدوى فؤاد is فنقول both سامي and فؤاد are السبب هو أن سامي اندمج مع فؤاد أي أنه لم يبقوا واحد بل أصبحوا اثنين فنقول are ننظر إلى المثال الآخر علي لايكس كوفي أيمن لايكس كوفي تصبح الجملة both علي and أيمن لايك كوفي نلاحظ أعزائي أن كلمة both وand قد دمجت بين علي وأيمن بحيث أنهما كلاهما يحبان القهوة لاحظوا أيضا أن الفعل لدي لايكس في كل الجملتين قد أصبح like السبب هو قواعديا حسب قاعدة simple present فبعد علي وأيمن عند الجمع نقول لايك في حالة الجملة إذا كانت مفت والآن أعزائي ترجمة نانسي قنقر